بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة سحب جنودها من عدة قواعد عسكرية عراقية بسبب تصعيد بين واشنطن والميليشيات المدعومة من ايران اعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو عن فتح حوار استراتيجي بين واشنطن وبغداد في منتصف حزيران يونيو المقبل موضحا ان هذا الحوار يهدف لاعادة تقييم استراتيجية بلاده في العراق دراسة معمقة لمركز الروابط للبحث والدراسات الاستراتيجية بعنوان الكاظمي والحوار الاستراتيجي مع واشنطن تقارن بين حكومة الكاظمي والحكومات السابقة في كيفية ادارة هذا الحوار الدراسة حددت ابرز ما يميز حكومة الكاظمي عن سابقاتها بشأن الحوار بين بغداد وواشنطن فيما يلي الحوار هو الاول من نوعه منذ انسحاب القوات الاميركية من العراق بشكل نهائي عام 2011 سيكون هذا الحوار شاملا لوضع خارطة طريق للعلاقة بين البلدين على ضوء هذه الخارطة يتم التوصل الى سياسة ثابتة ومحكومة باتفاقيات عدة من بينها ما يتعلق بالوجود العسكري الاميركي والدعم المقدم للعراق امنيا واقتصاديا ملف ايران على رأس ما ستتم مناقشته العلاقات تضررت وشعرت الادارة الاميركية بان الحكومات السابقة غير قادرة على تحقيق مطالبها بالحفاظ على سيادة العراق الوطنية من النفوذ الايراني المتنامي الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي اعطت الادارة الاميركية الامل في تغيير مسار العلاقة بين بغداد وواشنطن الكاظمي هو الخيار الوطني المفضل الذي يمكن لواشنطن ان تتفاهم معه كونه لبرالي التوجه الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن سيكون ايجابيا في ظل حكومة مصطفى الكاظمي لاظهار صورة العراق الحقيقية بانه غير تابع لاي جهة وليس مع اي محور الولايات المتحدة افضل بوابة للعراق للعودة الى المجتمع الدولي حتى يقف معه هناك جهات سياسية عراقية موالية لطهران تعمل على افشال هذا الحوار لابقاء النفوذ الايراني متحكم في العراق والعراقيين حكومة الكاظمي تمثل فريقا اشبه بفريق الاحلام فرئيسها كان مديرا للمخابرات ووزير الدفاع الجديد كان قائدا سابقا للقوات البرية ووزير الداخلية كان رئيسا لاركان الجيش يعتبر الكاظمي الرجل المثالي لرئاسة الحكومة العراقية في وقت انخفضت فيه ثقة العراقيين في النخب السياسية وبعد كل هذا تكون النتيجة واضحة كوضوح الشمس ان حكومة مصطفى الكاظمي هي الحكومة المثالية لاجراء الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية الشهر المقبل لما يمتلكه رئيسها من حس وطني سليم ورؤية عميقة لحاضر العراق ومستقبله شكرا